موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الجزائرية للأجهزة المفتوحة المصدر والتي سنقوم من خلالها بشرح الخطوات اللازمة لإنجاز نظام بسيط لكن متكامل يسمح لنا بترصد معلومة يوفرها لنا جهاز استشعار أو سنسور ثم نقلها باستعمال شبكة معلومات إلى جهاز سيرفر سيعمل على تخزين المعلومة في قاعدة بيانات أين يمكننا بعد ذلك معالجتها وإظهارها في شكل رسوم بيانية على حسب المستعبل النهائي للنظام بإمكانكم مشاهدة مكونات النظام وكيفية عمله على هذا المخطط قبل أن نبدأ العمل أود أن أنبهكم أن هذا النظام سيكون مبني على شبكة محلية أي Local Area Network وأن البروتوكول الذي سنستعمله لإرسال المعلومات هو بروتوكول MQTT فإذا لم يكن لكم معلومات حول عمل هذا البروتوكول أدعوكم لمشاهدة الفيديو الذي خصصناه له والذي تجدون الرابط له في أعلى الشاشة أو في الوصف أسفل هذا الفيديو كما تلاحظون في المخطط فإن هذا النظام متكون من BMP 185 الذي يسمح بمعرفة الضغط الجوي ودرجة الحرارة مرتبط ببطاقة Arduino يون في حالتنا يتكون النظام أيضا من جهاز سيرفر يتضمن بروكر أو الوسيط الذي يستعمله البروتوكول MQTT والذي سيكون في حالتنا البرنامج Mosquito البيانات سوف تخزن في قاعدة معلومات وهي EnfluxDB وهناك أيضا برنامج سيسمح لنا باستقبال المعلومات من Mosquito وتحميلها على قاعدة البيانات EnfluxDB وهذا سيكون دور البرنامج Telegraph وأخيرا نجد برنامج سيسمح لنا بنشر المعلومات بطريقة سهلة على حسوب المستعمل النهائي للنظام علينا أولا ربط جهاز الاستشعار بي أم بي مئة وخمسة وثمانون مع بطاقة أردوينو وذلك بربط VCC مع 3.3 فولت على أردوينو والقراوند مع القراوند SCL مع A5 وSDA مع A4 وأكد أن يجب استعمال 3.3 فولت لأن البي أم بي مئة وخمسة وثمانون لا يتحمل خمسة فولت فيما يخص البرنامج الذي سوف نستعمله على الأردوينو فيمكنكم تحميله من الرابط GitHub في أسفل هذا الفيديو أما بالنسبة إلى السيرفر فهو جهاز حسوب قد حمل عليه نظام Ubuntu Server يمكنكم استعمال أي نظام آخر من نوع Linux نتجه الآن إلى السيرفر حيث يجب علينا تحميل البرامج كموسكتو أولا وذلك بإدخال الأوامر التالية بعد ذلك نقوم بتحميل قاعدة البيانات InflexDB InflexDB هي قاعدة بيانات تستعمل الوقت كميفتاح بحث داخل القاعدة لن ندخلها بعمق في كيفية استعمال هذه القاعدة البيانية ذلك لأن هذا الموضوع خارج عن إطار هذا الفيديو يمكننا في المستقبل تخصيص فيديو حول استعمال هذه القاعدة تحميل هذه القاعدة وتثبيتها على السيرفر يكون باستعمال هذه الأوامر ويمكن التحقق من عمل القاعدة البيانية باستعمال الأمر Inflex يجب علينا الآن تحميل البرنامج تيليغراف الذي أذكر مهمته هي أخذ المعلومات من البروكر MQTT وإدخالها في قاعدة البيانات InflexDB التثبيت يكون باستعمال الأمر التالي يجب علينا الآن تحميل وتثبيت آخر مكون للنظام وهو برنامج Grafana والذي يتم باستعمال الأوامر التالية يمكن التأكد من عمل Grafana وذلك باستعمال حاسوب آخر والذهاب إلى العنوان في حالتنا 192 162 1 240 وهو EP Address للسيرفر وباستعمال المتصفح Chrome نجد نفسنا في الصفحة الخاصة بغرافنا والآن وبعد تحميل وتثبيت كل البرامج التي سنستعملها في نظامنا يجب علينا أولا بإنشاء قاعدة البيانات التي ستجمع وتنظم المعطيات المرسلة من جهاز الاستشعار وذلك بإدخال الأوامر التالية في نظام السيرفر بعد ذلك يجب علينا ضبط برنامج Telegraph للسماح له بالارتباط مع الوسيط MQTT وإدخال المعلومات المتحصل عليها داخل قاعدة البيانات وذلك بتغيير مضمون الملف Telegraph.conf الموجود داخل السجل ATC Telegraph يمكنكم ملاحظة أن هذا الملف يتضمن آلافا من الأسطر لذا نوفر لكم في الجيت هاب نسخة من قابل الاستعمال مباشرة بإمكانكم تحميلها واستعمالها الخطوة الأخيرة لمشروعنا هي تهيئة وضبط لوحة البيانات المستعملة باستعمال Grafana بعد التواصل مع Grafana نبدأ بإدخال المعلومات الخاصة بقاعدة البيانات المستعملة والتي اسمها Capture مع كلمة سر الخاصة بها ترجمة نانسي قنقر بعد ذلك نتجهنا وإنشاء لوحة البيانات المرحلة الأولى هي تحديد أي معلومة سنقوم بإظهارها على لوحة البيانات فنختار الضغط الجوي أولاً ترجمة نانسي قنقر في إظهار البيانات نختار نمط معلم ثم ندخل بعض التغيرات لتسهيل قراءة المعلومة اشتركوا في القناة نقوم بنفس العملية لكن هذه المرة مع قياز درجة الحرارة ونختار نمط آخر لتبيان المعلومات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهكذا وهكذا نتحصل على لوحة بيانات تظهر قياس الضغط الجوي ودرجة الحرارة المرسلة من جهاز الاستشعار باستخدام اردوينو يون هذا ما لدينا في هذا الفيديو نتمنى ان يكون قد افادكم مضمونه وانه قد اظهر لكم بعض الامكانيات المستاحة لكم لالتقاط البيانات واذهارها ونشرها على شكل لوحة بيانات ان شاء الله سيكون لنا فيديوهات اخرى في هذا المجال شاركون اراءكم ومراحظاتكم حول هذا الفيديو او فيديوهات اخرى على قناتنا ولا تنسوا الاشتراك على القناة ويمكنكم التواصل معنا عبر منصات التواصل الاجتماعي واخيرا ما علي الا ان اقول لكم سلام اشتركوا في القناة